موسيقى نعيد المواطن حقوقه على دولة لنمنع إرهابه وذريعه موسيقى الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل وفي العنوين رئيس الجمهورية يؤكد أن الظرف الراحن لا يسمح بإجراء تعديلات نفاقية ويقول لا يحق لأي منه تعطيل استحقاق الحكومة الجيش الحر يواصل تقدمه في ريف حلب الغربي وقصف عنيف لكتائب الأسد على الريف الدمشقي موسيقى تظاهرات للإخوان أمام السفارة الأمريكية في القاهرة واستمرار الهجمات على القوات المسلحة في سيناء وفي النشرة تتابعونا في الرياضة نطلب من الاتحاد أنه يستقيل بدون مع دور المنتخب اللفدني لكرة السلة يصل إلى بيروت ويطالب الاتحاد بالاستقالة ويحذر أهلا بكم بعد أقل من 24 ساعة على كلام الأمين العام لحزب الله استيد حسن نصر الله الداعي إلى الحوار بين مختلف الأطراف أطلقت نائب عن حزب الله علي فياد تحذيرا من أن يفكر البعض في أن يستبدل حكومة تصريف الأعمال بحكومة تصريف أعمال أخرى لأن هذا سيشكل انتكاسة في المسار السياسي ووضع خلال إفطار رمضاني في الخيام ثلاثة مسارات للوضع في البلاد إعادة أحياء أطل الحوار والتوافق على دعم الجيش اللبناني وتشكيل حكومة في المقابل أكد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان على ضرورة تكريس الجهد من أجل إقناع مختلف الأطراف بضرورة الالتزام قولا وفعلا بإعلان بعبده وتكثيف عملية التشاور لتشكيل حكومة جديدة وقال لا يحق لأي منه تعطيل هذا الاستحقاق تحت وطأة رفع سقوف المطالب سليمان وفي كلمته خلال حفل التخرج في جامعة القديس يوسف قال إن الحكمة والواقعية السياسية تقتضي المضي قدما في تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف معتبرا أن الظرف الراهن ليس ظرف تعديلات ميثاقية أو إعادة تأسيس سد وتكوين بل مرحلة تحسين شروط الإدارة السليمة إعادة جمع أطراف هيئة الحوار الوطني للبحث بشكل مسؤول وجاد في أفضل السبل الكفيلة بخدمة مصلحة لبنان وإدارة شؤونه وقد تقدمت العام الفائت من الهيئة بمشروع الإعلان الذي أقر وعرف بإعلان بعبدة وبتصورٍ أولي لإستراتيجيةٍ دفاعيةٍ وطنية عمادها الجيش اللبناني عمادها الجيش اللبناني يعالج من ضمنها موضوع السلاح وفي هذا مصلحةٌ أساسيةٌ للوطن تجمع القدرات وتحد من الفوضى والخلافات والتجاذبات وتعزز موقع ودور الدولة فتتصرف هي وحدها بهذه القدرات عذر البطيرالكو الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي من الانقسام الذي يشتر البلاد إلى نصفين داعياً إلى تشكيل حكومةٍ حيادية تلتزم إعلان بعبدة حذر البطيرالكو الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي من الحالة التي وصل إليها لبنان وذلك خلال ترأسه القدس الاحتفالي الذي أقيم في عنايا لمناسبة عيد القدس شربل ووجه لرئيس الجمهورية مشيل سليمان والمسؤولين السياسيين جملة رسائل تتعلق بالصلاحيات الدستورية والانقسام الحاصل حيال عمل المؤسسات أعين اللبنانيين تنظر إليكم فخامة الرئيس لأنكم تمثلون كل الشعب اللبناني لا يمكن بعد الآن أن تطاق الحالة التي وصلنا إليها في لبنان فلا الدستور والقوانين محترمة ولا الاستقلال محفوظ ومسان من التدخلات الخارجية ولا سلامة الأرض محفوظة فجزء منها ما زال محتلا من إسرائيل والحدود مستباحة لتمرير السلاح غير الشرعي دخولا وخروجا والسياسيون يتدخلون بشكل سافر في الإدارة العامة والقضاء والتعيينات الإدارية وهذا بحد ذاته مخالفة جسيمة بحق الدستور وفصل السلطات البطريارك الرعي رأى أن خلاص لبنان يكمن في تشكيل حكومة غير مقيدة بشروط وفي استئناف الحوار لافتا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني هو المدخل إلى الاستقرار العام بعيدا عن النزاعات والانحياز لأي من المحاور الدولية فالجميع يؤيدون كلما طرحتم وفي طليعتها في الوقت الحاضر كما ذكرتم تشكيل حكومة جديدة غير مقيدة بشروط ونرجو أن تتعسر الأمور أن تكون حكومة حيادية مكونة من شخصيات لبنانية معروفة بماضيها وحاضرها غير مرتبطة بهذا أو ذاك من الأفريقاء والأحزاب المتنازعين وصل البطريارك الراعي من أجل السلام في لبنان وبلدان الشرق الأوسط ولسيما في العراق وسوريا ومصر أعرب عضو كتلة المستقبل أن نائب نهاد المشنوق عن اعتقاده بأن الهدف من دعوة أميني عام حزب الله للحوار هو تقديم صورة إيجابية هادئة عن حزبه في وقت يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الأثنين لإدراج الحزب على لائحة الإرهاب وشدد المشنوق عبر صحيفة الشرق الأوسط التأكيد على أن نصر الله لا يفي بوعد ولا يلتزم بعهد ورأى أن الحزب بقتاله في سوريا ينفذ عملية انتحار سياسي أي أن كانت نتيجة الوضع في سوريا مبديا تخوفه من محاولة الحزب تدمير لبنان ونقل الحريق السوري إلى إحب أعلن رئيس التكتل الإصلاح والتغيير أن ابن شلعون عن لقاء جماعه مع أميني عامي حزب الله السيد حسن نصر الله مشيرا لصحيفة النهار إلى أنه تم حل بعض المواضيع السياسية الداخلية الشائكة مبررا دخول حزب الله إلى القصير بأنه كان ضرورة كلا تحصل حرب أهلية وفي موقف آخر قال عود خلال عشاء فيش ننعير أننا نعيش أزمة على مستوى الحياة السياسية وفراغ المؤسسات وبصورة خاصة المؤسسات الأمنية ونحن وصلنا إلى هنا لأن أصواتنا مرهونة لسياسات إقليمية ودولية وليست حرة ولا أحد يستطيع أن يعبر عن موقف لبناني خالص مشيرا إلى أن الوطن بخطر بسبب التهرب المستمر من تحمل المسؤولية اليوم الوطن بخطر بسبب التهرب المستمر من تحمل المسؤولية اللي هن أسند لقلهم يمارسوا المسؤولية وقفين متفرجين؟ لا؟ ما بعرف لأنه يمكن مطلوب منهم يجمدوا خطر تفجير الوضع الأمني كمان وارد صحيح أنه ما راح بيصير جباهات مثل ما كانت الحروب السابقة بالسبعينات ولكن بصير تفجيرات نبهنا كثير عنه عن دخول الغرباء المسلحين يلي مش معروف هويتهم السياسية اليوم صاروا راح بيصيروا هن الأكترية أكتر من 26% من عديد الشعب اللبناني دخلوا على الأرض اللبنانية بالكاد هويات البعض معروفة وهويات السياسية للكل مجهولة جدد النائب نيدال طامي دعوة الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية إلى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وأمام الأمر الواقع وليسجل التاريخ أنهم عارضوا أو عطلوا تشكيل حكومة إنقاذية ولفت طامي في بيان إلى أنه أطلت البارحة شخصية غارقة في ولائها لحزب الله ولم تنجح حتى في الاستمرار بتميز صغير عنه تبشرنا بمستنقعات الدم والتفجيرات والمقاطر التي تهدد لبنان يليته هو يدرك هذه الحقائق فيقلع عن قرقلة تشكيل الحكومة مع حلفائه ويليته يدرك أيضا أهمية الاستقرار الأمني والتمديد لقائد الجيش استضاف الرئيس عمار كرامي إلى مائدة الإفطار رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤل السنورة ورئيس حكومة تصريف الأعمال جب ميقاتي والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلم وعقدوا اجتماعا شارك في جانب منه نجلا كرامي خالد ووزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي وتناول البحث مسألة الإفتاء ووحدة الصف داخل الطائفة السنية وعلم من مصادر المجتمعين أن أجوال اجتماع كانت إيجابية وتم خلاله التطرق إلى مختلف المواضيع العامة أما بالنسبة لموضوع دار الإفتاء فأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي سيتم تنفيذها أكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش في مداخلة مع برنامج كلا بيروت أن طاولة الحوار لن تنعقد من جديد إلا إذا كان هناك طروحات جدية من جانب حزب الله حول الاستراتيجية الدفاعية لم يشجعني أبدا حديث نصر الله في خطابه حول هذه الاستراتيجية الدفاعية لأنني رأيت بأن هناك محاولة للف والدواران المعتادة الواقع أن حزب الله هو الوحيد الذي لم يقدم شيء إلا ما هو قائم يعني قال أن استراتيجية الدفاعية هي الوضع القائم الآن يعني أن يبقى حزب الله يسرح ويمرح بتحالفاته يذهب إلى سوريا يشعل حربا يشتاح المدن ويأتمر بولاية الفقيه ويبقى اللبنانيون تحت رحمة هذا الواقع هذه استراتيجية لحسن نصر الله ولحزبه أما المطلوب فهو أن نذهب جميعا لوضع هذه العناصر كلها تحت أمرة الدولة من جهتها استغربت كتلة النواب زحلي دعوة نصر الله إلى الحوار والالتقاء فيما الألاف من مقاتلي الذين ضرب بهم سياسة النائب النفس والتي اتفق عليها في بعبدة يستمرون بالقتال في الداخل السوري ودع النواب وأمين عام حزب الله إلى خطوات فعلية تحدث صدمة إيجابية لدى الرأي العام اللبناني يكون بعدها الحوار والتلاقي خريطة طريق دائمة وليست مرحلة تكتيكية عندما ينحشر الحزب يرفع شعارها ليرمي الكرة عند الفريق الآخر في الذكرى الأربعين على اغتيال مسؤول الطلاب في حزب الانتماء اللبناني هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية انتقد المستشار العام للحزب أحمد الأسعد عدم الوصول إلى نتيجة في التحقيق بسبب نفوذ حزب الله الأكبر من نفوذ الدولة سأل المستشار العام لحزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد عن مصير التحقيق في جريمة اغتيال هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية بعد أربعين يوما على الجريمة الأسعد كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من أنصاره وأقرباء السلمان هاشم تم إعدامه بوضح المهار قدام كل العالم وبالتالي كان فيه صور توزعت بشكل ويسع جدا للمرتزقة وحتى للقاتل بس مع كلها الوقائق مع كلها الأدلة مع كلها الصور ما صدر مذكرة توقيف وحدة ليش؟ لأن الجهة المسؤولة عن قتله لهاشم هي أقوى بكتير وعند نفوذ أكتر بكتير من الدولة المبينية الأسعد توقف عند تدخل حزب الله في الحرب في سوريا فأكد أن لو ذلك تم في دولة أخرى لعقب الحزب من مؤسسات الدولة غريب هذا الحزب غريب قديش حقيقة بيستهزئ بعقول العالم ناس كلها تعرف بما فيهم سكين الضاحية الجنوبية أنه هذا الافجار هو ردة فعل على الحرب العردية اللي عم يشنه حزب الله بسوريا وخلال المؤتمر كانت كلمات شددت على ضرورة معاقبة مرتكبي الجريمة وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل الببلاوي التظاهر لا يعني تعطيل حياة الناس ويدعو أردوغان إلى عدم التشنج أهلا بكم من جديد سقط أكثر من 30 شخصا بين إيران كتائب الأسد التي صعدت عملياتها العسكرية في دمشق وحمص ودارت مواجهة مع الثوار وكان بارزا اليوم إقدام حزب العمال الكردستاني على خطف أمير دولة العراق والشام الموالية للقاعدة ثم أطلاقوا السراحة بعد الاتفاق على إخلاء سبيل الأكراد المعتقلين لديه أحياء القابون وبرزا وجوبر والتضامن في دمشق عاشت معارك عنيفة خلال الساعات الماضية الأكيرة فيما شهدت أحياء أخرى سكوت قذائف أسفرت عن وقوع إصابات في أحياء العباسيين والأعمارة وبرز البلد أعداد كبير من الآليات والجنود زج بها الجيش الأسدي لتعزيز هجومه على العاصمة في محاولة لإحداث اختراق في هذه الجبهات خصوصا في محيط مخيم اليارموك القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ تجدد على الريف الدمشقي وتركز على دومة والمليحة والقلمون والغوطة وبيت سحم ومعظمية الشام وحرستة وسجلت مواجهات على جبهة دارية وللأسبوع الثالث على التواري حاولت عصابات الأسد اقتحام حي الوعر في حمص حيث تستخدم شتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ودكت بالمدفعية الثقيلة حيي باب هودة وباب التركمان في حمص القديمة وتساقطت القذائف على الغنط والرستة وتلبيسة وحي الخالدي حيث شهد معارق طاحنة أحياء دير الزور لم تسلم من بطش الشبيحة وانهالت القذائف على الحويقة ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والأسدي على جبهتي الحويقة ومطار دير الزور العسكري القصف المتحي تواصل من قبل قوات الأسد على درع وريفها وتركز على علما وانخل والشيخ مسكين وابطع وسجلت مواجهات على أكثر من محور وفي حماء أفادت الأخبار الواردة من هناك بأن عدد من القتلى سقطوا جراء القصف على صوران وحلفايا وعقرب ودارت معارك ضارية في كفرنابودا الطيران الحربي أغار على الأحياء المحررة في حلب واشتدت المعارك في خان العسل واستهدف الثوار فرع الأمن السياسي وفي الرقة اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الحر وعناصر من حزب العمال الكردستاني الذين اعتقلوا أمير دولة العراق والشام الموالية للقاعدة ثم أطلقوا صراحه وجرى الاتفاق على إطلاق صراح خلف الذياب الملقب بأبي مصعب مقابل صحب مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من تل أبيض وإطلاق صراح الأكراد وللمزيد ينضم إلينا عبر السكايب الناطق باسم شبكة الشام في دمشق وريفها مازن الشامي مازن أهلا بك معنا يبدو أن معظم أحياء دمشق وبلدات الريف أيضا فعلا تعيش معارك حقيقية هل ما زالت حدت الاشتباكات على نفس الوتيرة؟ بالفعل هنادي لا زال القصر متواصل على العديد الزحياء وخاصة على القابون والجوبر والقدم ومخيم اليارموك الذي شهدها الأخير اليوم منذ الصباح قصر في قدائف الهوين على المخيم وذلك بمعدل ثلاث قدائف في الدقيقة مما أدى لسقوط شهير بالعديد من الجرحى بالتزاون على الشباكات في محاولة يعني من كتاب الأسد اقتحام الحيمي من محور شارع فلسطين والجيش الحر لا زال يصد هذه الاقتحامات مع وصول أكثر من أربع سيارات تسعاف محملين بجرح كتاب الأسد إلى مشفى المجتهد وأنباء عن السيدات المخيم اليوم بالقضايا في الاستحوي غازات سامة مع تسجيل العديد من الحالات والعراض التي لاحظناها هناك هي أغماء وأقياء ومنذ قليل أبلغنا الزملاء المتواجدين هناك أنه يوجد حالة تنزيف دم من الفم والآن تم إغلاق مداخل المخيم بالكامل بالإضافة لحي القابون الذي جرى فيه أيضا قصف الأسلحات فقيلة وصواريخ الأرض أرض وتم استهداف اليوم مسجد الشيخ جابر وذلك بالدبابات طبعا متزاون مع اشتباكات أيضا من أدة محاور مما أدى للسقوط شهيد والعديد من الجرحى واشتباكات أيضا على أطراب حي جوبر وحي برزة دمشقي في الغوطة الشرطية كان هناك اليوم قصف على أدة مناطق وبلدات بالإضافة لقصف على المعدومية ودارية وبيت ساحم وسبينة وعدومة دومة التي شهدت اليوم قصف بقذاف الهاول ومضادات الطيران ولا زالت أحياء السيدة الزينب وحجير البند تشهد قصف مدفع مركزه اللواء الثامنة والخمسين والطيران سالفة بلدتي السحل ورئيس المعرة واقتصرت أبراء الماديات بالإضافة لإفطال شكرا لك مازان الشامي الناطق باسم شبكة شام في دمشق وريفها على هذه المعلومات بالتحركات وفد من الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في القاهرة اليوم وقائد المجلس العسكري في محافظة حلب وريفها العقيد عبدالشبار العكيدي يؤكد تكبيد قوات الأسد وحزب الله خسائر فادحة في ريف حلب على وقع واتيرة المعارك المحتدمة بين النظام السوري وقوات المعارضة يزور رئيس الاتلاف الوطني أحمد الجربة القاهرة على رأس وفد لبحث الوضع السوري ومن المقرر أن يلتق الجربة عددا من المسؤولين المصريين بينهم وزير الخارجية نابير فهمي وعدد من مسؤولي جامعة الدول العربية وبعض شخصيات المعارض السورية التي تقيم في مصر وكان الجربة أعلن أن الأولوية في الوقت الحالي هي لتأمين السلاح النوعي لمقاتلي المعارضة السورية وفي المقابل وضع عدد من الخبراء والمحامين الأكراد مسودة دستور إدارة موقعة لغرب كردستان للمناقش بين الأحزاب الكردية والعربية سعيا إلى صيغة تعرض في استفتاء عام في مناطق ذات أغلبية كردية في سوريا وتتضمن المسودة تشكيل حكومة الإدارة الذاتية الديمقراطية وتضم 21 مزارة بينها الدفاع والمال والداخلية لكنها لا تشمن وزارة الخارجية وتقترح تحديد علم وشعار ونشيد مناطق الإدارة الذاتية وأن تكون قامشلو في شمال شرقي البلاد عاصمة مناطق الإدارة الذاتية ميدانيا كشف قائد المجلس العسكري الثوري في محافظة حلب وريفها العقيد عبدالجبار العكيدي أن الجيش الحر كبد قوات الأسد وعناصر حزب الله خسائر فادحة في ريف حلب إلا أن الإعلام لم يصلط الضوء عليها العكيدي وفي حديث إلى صحيفة العقاض السعودية أبدى ثقته بصمود الجيش السوري الحر خلال معاركه في حمص لافتا إلى أن السلاح الذي يتحدث عنه الإعلام ليس بالصورة التي يروج لها على صعيد آخر أبدت المرجعية الشاعية في النجف برئاسة أيط الله على استستاني رفضها ذهب المتطوعين الشيعة إلى سوريا للقتال في حرب تعتبرها سياسية وليست مذهبية واعتبر رجل دين شيعي كبير يدير مكتب أحد المراجع الأربع الكبار في النجف إن الذين يذهبون للقتال في سوريا يعصون أوامر المرجعية وترى مراجع نجفية إن سوريا بالنسبة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومريديه في العراق وإيران حلقة مهمة في هلال شيعي يمتد من طهران إلى بيروت مرورا ببغداد ودماشق في الشأن المصري جماعة الأخوان المسلمين في مصر تواصلوا التصعيد وتدعو لتظاهرات جديدة اليوم وأعمال العنف ضد القوات المسلحة في سيناء مستمرة وصلت جماعة الأخوان المسلمين تحركاتها التصعيدية اليوم دعية أنصارها لتنظيم تظاهرات اليوم أمام السفارة الأمريكية في القاهرة وسفارات غربية أخرى ونشر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بيانا حدد فيه أهدافه من تظاهرات اليوم ومنها فضح دور السفارة والإدارة الأمريكية في ترتيب ودعم الانقلاب العسكري على الديمقراطية وللمطالبة بترضي السفيرة الأمريكية حسب ما جاء في البيان كما حُددت مسيرات نسائية من مسجد النور في العباسية إلى مقر وزارة الدفاع وإلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بحماية المتظاهرات وأكد التحالف في ختام بيانه استمراره في مشاركة الشعب في نضاله لسعادة حريته المسلوبة ورفض الانقلاب العسكري الدموي حتى تحقيق أهداف ثورة يناير إلى ذلك سادت حالتهم من الهدوء التام أرجاء ميدان التحرير مع استمرار إغلاق جميع المداخل بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة وعمد أفراد اللجان الشعبية إلى أغلاق مدخ الكبرى قصر النيل وعبد المنع مرياض لتأمينهما ميدنيا هاجم مسلحون في الساعات الأولى من صباح اليوم معسكرا للجيش المصري في الساحة الشعبية بمدينة رفح حيث دارت اشتباكات بين الجيش والمسلحين لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين الطرفين وفي الوقت ذاته هاجم مسلحون مركزا بين مدينتي الشيخ زويد والعريش بالأسلحة النارية سياسيا تبدأ لجنة خبراء القانون التي عينها الرئيس المؤقت عدل منصور عملها اليوم لإدخال تعديلات على الدستور المعطل منذ أن عزل محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد في بداية الشهر الجاري وأمام اللجنة مهلت ثلاثين يوما لسياغات التعديلات بما يمهد طريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة والوضع المصري ما زال يستحوذ على اهتمام تركيا حيث أجر وزير الخارجية التركية أحمد داود أغلو اتصالا هاتفيا بالممثلة العليا لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون لبحث تطورات الأوضاع في مصر لسيما نتائج زيارة أشتون إلى القاهرة وللمزيد عن الوضع المصري ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مراسل تلفزيون المستقبل شريف فؤاد شريف أهلا بك معنا كيف يبدو المشهد المصري اليوم في ظل عدم اقتناع الأخوان المسلمين بالنتيجة التي حصلت ودعوتهم إلى التظاهر والتصعيد وأيضا ماذا في آخر تطورات في سيناء نعم نادي ميدانيا وفي القاهرة قوات الجيش منعت مسيرا لنساء من جمعات الأخوان المسلمين من الوصول إلى مقر وزارة الدفاع بالاعتراض على الحديثة الأذين التي وقعت في مدينة المنصورة أول من أمس أصفأة النقطة لثلاث سيدات هناك كثير من التحليلات الآن والمسلمين يطالف بانتظار نتائج تحقيقات في هذه الواقع على رغم من إدانتها واعتبارها يعني جديد من أكرا لا تتسم وأخلاقية المصريين لأن البعض يشير بأصادع الاتهان إلى جماعة الأخوان المسلمين إلى أنها ربما تكون قد دبرتها للوقع لإثارة نوع من الاستعطاف ولتوريد مؤسسات الدلد المختلفة في هذه الأمور أيضا وكما ذكر التقرير لجنة تعديل الدستور بدأت العمل وستنتهي من عملها خلال شهر هانادي على أن يطرف التعديلات الجديدة على لجنة مجتمعية موسعة مشكلة من خمسين شخصا قد عرضها للاستثباء وللجنة الحق في إعداد دستور جديد أو إدخال تعديلات على دستور ألسين واثناشر هناك أيضا ما يتعلق بالحالة الأمصابية والسياسية البنك المركزي اليوم أعلن عن وصول دفعة من الشعودية تغلق اثنين مليار دولار كوديعة لمدة خمس سنة ونفس البنك المركزي المسري ما يعزز لحكيات النقدة العمل الأجمدية وبالتالي يخف الضغطة عن أروابنا المحلية إلى حد كثير في سيناء القوات المسلحة بدأت اليوم تطوير خطتها وقد علمنا من بعض المصادر أنه تم إغلاق المناسب والمدقات الجبلية وذلك لإجبار المسلحين على الخروج من نخابئهم ووصلت أيضا أنواع من طائرات التي تنقل المدفعية وتقوم بعمل إضرار للقوات الخاصة خلف خطوط العدو أو في المناطق الوائرة وهو ما يشير صراحة إلى أن عملية كبيرة سوف تكون في سيناء لا أحد يعلم عن أجمد جدا متى ستبدأ ولكن قوات المسلحة عازمة على تنفير سيناء من الجهاديين ومن الجامعة المسلحة هرمية شكرا لك شريف فؤاد مراسل تيفزون مستقبل من القاهرة نبقى في مصر حيث أكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن المصالحة الوطنية ضرورية مؤكدا رفض العنف ومشددا على أنه لا يجوز التعبير عن الرأي المخالف بتعطيل مصالح المصريين وطالب الببلاوي نظيره التركي رجب أردوغان بألا يتشنج أو يتحدث بشكل غير لائق عن مصر مؤكدا أن أردوغان يملك معلومات غير كافية ولا داع للتشنج أو الحديث بشكل غير لائق الآن هي لحظة العودة للوفاق البلد منقسمة ولا يمكن أن تستمر بهذا الانقسام فالهدف الأول لأي حكومة في مثل هذا الوضع هو أن يعود الوفاق الاختلاف واضر وارد اختلاف في أشياء كثيرة لكن الصراع التقاتل ما نراه في الشوارع التخوين هذا لا يمكن وتتابعونا بعد الفاصل عميدة مرسلي البيت الأريد السابقة اللبنانية الأصل هلين تونس لن تزعج رؤساء أمريكا بعد الآن أهلا بكم الجديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها رئيس الجمهورية يؤكد أن الظرف الراحن لا يسمح بإجراء تعديلات ميثاقية ويقول لا يحق لأي منه تعطيل استحقاق الحكومة الجيش الحر يواصل تقدمه في حلب الغربي وقصف عنيف لكتائب الأسد على الريف الدمشقي تظاهرات للإخوان أمام السفارة الأمريكية في القاهرة واستمرار الهجمات على القوات المسلحة في سيناء أهلا بكم قتل 65 شخصا وأصيب نحو 200 آخرين في سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة هزت بغداد ووقع الانفجار الأكثر دموية في حي الطوبجي شمالي العاصمة وانفجرت سيارة ملغومة أخرى في شارع انتجاري في حي الكرادة كما وقعت انفجارات أخرى في الزعفرانية والمواصلات والشرطة وبغداد الجديدة إلى المغرب حيث فرقت قوات الأمن بالقوة وقفة دعت إليها حركة العشرين من فبراير للمطالبة بالحرية والكرامة والعدلة الاجتماعية وطالبت قوات الأمن عددا من المنتسبين إلى حركة عشرين فبراير بإفراغ ساحة باب الأحد والصربات قبل أن تقوم بدفي عدد منهم لإجبارهم على إخلاء الساحة بالقوة وكانت حركة العشرين من فبراير قد دعت للتظاهر في عدد من المدن المغربية للمطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية حقيقية في وقت أعلن فيها عن تأسيس حركة تمرد المغربية التي تطالب بإسقاط الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي توفيت كبيرة مرسل البيت الأبيض المخضرمة هلين توماس التي تتحدر من مدينة ترابلس اللبنانية عن عمر يناهز 93 عاما وتولت توماس التغطية الصحفية لعشرة روساء أمريكيين على مدى نصف قرن كما كانت أول امرأة عضو في نادي الصحافة القومي وأول امرأة عضو ورئيس لجمعية مرسل البيت الأبيض في حزيران الماضي طرت للاستقالة من العمل في البيت الأبيض بعدما أثرت جدلاً واسعاً بفعل تصريحات طالبت فيها الإسرائيليين بالخروج من فلسطين والعودة من حيث أتوا أكد الرئيس الإسرائيلي شيمون باريس خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه لا بديل عن السلام للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مشيراً إلى أن حركة حماس تجلب الدمار والأسى فقط للشعب الفلسطيني حسب تعبيره وأعرب باريس لعباس عن تقديره للموقف الداعم الذي أبدته جميع الدول العربية لمبادرة وزير الخارجي الأمريكي جون كيري للشروع في مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية هذا وأكد رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أن استئناف عملية السلام يشكل مصلحة حيوية بالنسبة لإسرائيل وقال نتنياهو في اجتماع حكومته اليوم إن إسرائيل ستضطر إلى إيجاد التوازن بين رغبتها في منع تكون دولة ثنائية القومية وبين منع إقامة دولة إرهاب أخرى تدور في فلك إيران على حد وصفه متعهداً بطرح أي اتفاق سيتم التوصل إليه في استفتاء إنعام توجه اليابانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مشلس المستشريين المشلس الأعلى أو البرلمان الجديد ويتنافسه 433 مرشحاً على 121 مقعداً في مشلس المستشريين حيث لا يتمتع الحزب الحاكم بالأغلبية حالياً وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديموقراطي الليبرالي الذي ينتمي إله رئيس الحكومة شينزو آبي سيحقق نصراً في الانتخابات ويحصل على الأغلبية في المجلس والذي تسيطر عليه حالياً أحزاب المعارضة ما سيفتح الطريقة أمامه للقيام بإجراءات إصلاحية يحتاجها الاقتصاد وفي النشرة بعد الفاصل بركي بن مجليون الفلسطينيون ليسوا طرفاً في أي نزاع لبناني داخلي أهلا بكم مشاهدينا الكرام من شديد أكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركي أن الفلسطينيين في لبنان لا يكونوا إلا عامل استقرار وأنهم ليسوا طرفاً في أي نزاع لبناني داخلي وقال بركي بعد لقاء في مجليون أن أبهي الحريري يرافقه وفد من حماس قال لن نسمح أن تكون مخيمتنا صندوق بريد لأحد ونحن حارسون على منع حصول أي فتنة مذهبية في لبنان ضرورة الحذر من الإشاعات المغرضة التي نسمعها بين الحين والآخر عن محاولات لتوتير الأوضاع في التعمير أو في مخيم عين الحلوي نحن يدينا ممدودة لجميع القوى اللبنانية وللجيش اللبناني من أجل منع أي توتير جديد في المنطقة لأننا نعتقد أن أمن صيد من أمن المخيمات وهذا الأمن والاستقرار هو مصلحة فلسطينية لبنانية نحن نحرس عليها وبالطبع سنعمل مع الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية لضبط الأوضاع في المخيمات ومنع استخدام المخيمات لضرب السلم الأهلي في لبنان من جهة أخرى وصل اليوم إلى مطار رفيق الحرير الدولي وفد فلسطيني ضم وزير شؤون اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين زكريا الآغة ووزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني قادمين من عمان في إطار زيارة إلى لبنان سيلتقيان بعض المسؤولين اللبنانيين خلال هذه الزيارة كما سيتفقدان المخيمات الفلسطينية طوارط حزب الله في أحداث عبره كان محور تقريب مفصل أعدته المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان لايف والذي اعتبرته بمثابة إخبار للنيابة العامة التقرير لربيع شنطف بعد نشر صور وشهادات للمواطنين تؤكد مشاركة حزب الله بمعارك عبره لم يعد السؤال المطروح هل شارك الحزب في المعارك أم لا إنما بات السؤال الذي تطرحه أكثر من منظمة حقوقية محلية ودولية هل أن المشاركة كانت منصقة مع الجيش اللبناني وإن كانت الإجابة بالنفي لما لم يتم التحقيق بالقضية حتى الآن الناس اللي قابلناهم قالت أنه فاتوا لعنا عناصر غير نظامية تابعة لحزب الله ووصفوا لنا حتى الزي اللي كانوا نمسينه ووصفات وقالوا وعرفوا عن نفسهم أنه هني من حزب الله حتى في شهادة نحن ما نزلناها بالتقرير أنه إحدى العائلات اللي غادرت عبرها شافت على محطة مشنتف اللي هي بعبرها عناصر من الجيش والمغوير وحزب الله ووقفين وإجوع بطمنوهم جماعة حزب الله أنه قمتوا بأهدت حزب الله والجيش وضع الرباط الأصفر على البدلات العسكرية شبيهة للجيش اللبناني يعني على ما يبدو يعني تحتاج إلى تحقيق إذا كان هناك تلصيق هذا التقرير صار موجود بالآلات مثل ما كتير عالم سمعتون يعني أخبار تماما يعتبر أخبار تماما ونحن حطينا أنه هو بمثالة أخبار مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان لايف تؤكد أن لدى المؤسسة صورا ووثائق تثبت مشاركة الحزب ليس بالقتال في عبره فحسب إنما بقيامه بأعمال المدهمة والاعتقال بحق شبان المدينة صيدة ومواطنين السوريين وتعذيبهم نفذت جمعيات النسائية اعتصاما في حلبة في عكار استنكار للجريمة التي أدت إلى وفاة رولا يعقوب إثر تعرضها للضرب من زوجها وأعلنت المحامية التي تتولى قضية رولا أن تحقيق يسير بجدية لكن المشكلة تكمن في المرحلة السابقة إذ أن الملف الطبي ناقص وهناك تزوير في بعض الأوراق منها التقرير عن سبب الوفاة وأعلنت العائلة في كلمة لها أننا لسنا هو تقطع طرقات وحرق الدوليم مطالبة بتشريح الجثة لتبيان سبب الوفاة الحقيقي قتل المواطن خير الله الشيخ بدربة عصى على رأسه وسقط عدد من الجرحة بخلاف عائلي بين آل الشيخ وأل واكت في بلدة بلان الحيصة في سهل عكار ما أدى إلى تضارب بالعصي والسككين وتم إحراق عدد من المنازل هذا ونقلت جثة القتيل إلى مستشفى رحال في عكار فيما توجهت قوة من الجيش اللبناني إلى البلدة في محاولة لإعادة الهدوء وفي الرياضة بعد الفاصل مانشستر يونايتد يتقدم بعرض جديد لضم فابريغاس وإلى النشرة الرياضية مع هبة زيدان مرحبا هبة مرحبا هنالي شكرا أهلا بكم إلى أخبار الرياضة ومن مطار رفيق الحريري الدولي طالب منتخب لبنان لكلة السلة اتحاد اللعبة بالاستقالة بعد عودة البعثة صباح اليوم من العاصمة الفلبينية التفاصيل في التقرير التالي أنا شخصيا باسم اللاعبي وباسمي من بعد هالمعاينات اللي عينيناها وشوفنا لعبة الباسكتبول لأوين وصلت منطلق من الاتحاد أنه يستقيل بدون عدوة هي الرسالة إلى الوالي إذن لا بل هي صرخة مدوية أطلقتها حناجر لاعبي المنتخب ومن خلفهم كل جماهير كرة السلة ومفادها الشعب يريد إسقاط اتحاد كرة السلة لا صوت يعلو فوق صوت الشعوب صرخة أطلقها غسان ساركيس ولاعب المنتخب الوطني الذين لم لم حقائبهم بعد أن وضعوا فيها أحلامهم بالمشاركة في العرس العالمي وعادوا أدراجهم عبر مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم آتين من منلا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة السلة بتجميد الاتحاد اللبناني إنها صرخة للتغيير وهي صرخة للإصلاح وصلت على الهواء مباشرة إلى الوالي في التغيير والإصلاح كنا متركين بيني قولة بالعلن وبكل صراحة كنا متركين ما كان فيه تواصل معنا أبدا باستثناء تواصل خجول جدا على الواتس أب من رئيس الاتحاد وكل ما يفوت على الجروب بسطة حتى يعطينا وعود وتطلع وعود حبر على ورق وما يتنفذ مننا شيء استعملت ورقة الفيبة للضغط على الأندية يعني دخلوا بصراع مع أندية والأندية مالنا راضي أصلا قبل ما نوصل لقرار الفيبة استعمل للضغط على هالأندية لحتى يمكن يركعوها أو ياخدوا مننا تنازلات أو ما إلى هناك كنا عم نستعمل وقود بحرب بدلا ما يكونوا كلهم عم يدعمونا لحتى نحل المشكلة كان فيه حط عصيب الدوليب عصيب الدوليب لحتى منتخب لبنان وصل إلى ما وصل إليه ورجعنا من هناك عن جد مثل العسكر المكسور ما فينا نكفي باتحادات ما بيعرفوا شو هي مصلحة اللعبة اتحادات هوات عم بيديروا اللعبة صارت كتير محترفة وكتير مهمة وبتطلع وبتنزل نواب ووزراء هذه اللعبة جمهور البسكت كلهم موحد وراء لعبة البسكت بكل لبنان الشغلة الثانية ينتخب اتحاد جديد بس بغير طبخة طبخة البحث لا تصبت يعني اليوم نفل الأعضاء ونغرب لهم ونشوف مين إذا صار هذه المشكلة وين بيوقف ومين هذا وين بيوقف هذه الطريقة غلط بكل محبة عم نقولها بدنا اتحاد يوحي بالثقة بدنا اتحاد ما يكون في عنده مشاكل محدا الاندي لا بتاخد موقف من الاتحاد لأنه بيكون طريقة إداء الاتحاد خاطئ إذا الأمور كلها مظبوطة وكل شيء ماشي تمام لا بده يكون في اندي زعلاني بدنا اصلاح بدنا اصلاح بلعبة البسكت بول ابتداء من بكرة من سنة الماضي النادي الرياضي اعتبر حاله نظلم إذا ما هو حق أو ما ما هو حق خلصت البطولة كملناها وقبل في سنين نحن حسينا حالنا نظلمنا وغير اندي حسيت حالا نظلمت هذا بيرجع لتقييم النادي لجهازه الفني للإشياء اللي عم يعملها بس بالنهاية عاب تتوقف بطولة عاب تتأجل بطولة عاب يتأجل جام ما عم بفهم وزير الداخلية شو قلو معنا يأجل جام نهار التنين هو اللي فوطنا بالمغليطة لو أنا كنت محال روبار لو أنا كنت محال روبار كنت قلت له لا ميرسي المارش بده يمشي وبسك الخط لها ما قاله حق يأجله سبب أمنة يعني كذب شونفيل بعمشيت في سبب أمني ما تضحكوا علينا بشرفكم يعني نحن ملنا المتحد مع احترامي لقلون بخي وصلنا للمحال بنا نشطه بالمتحد ما ما صدقنا كيف صار عنا صفير بسكتبول بالشمال كلنا نحلم انه بس تطلع شوية من المتن وكسروان وبيروت صار عنا بجبال صار عنا بطرابلوس لازم نرجع نحيي الأنيبال ويطلع الدرجة الأولى لازم اللعبة هي منتشر ضلت انتشر بكل لبنان ما بدنا نجي نشطب نادي ونعائب نادي وننزل نادي الرياضي تخيلوا بطوط لبنان بلا نادي الرياضي على أمل أن صاحب غسان ساركيس نابوليون يصل لحقيقة مفادها ليس له مكان في العائلة الرياضية وهي التي لا تحب إلا العمل الرياضي فهل من يسمع ممن تبقى لهم ذرة من الحس الوطني الأيام القليلة المقبلة ربما ستجيب عن هذا السؤال دوليا تقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض جديد لضم لعب وسط برشلونة الإسباني ساسك فابريغاس وذلك بحسب ما ذكر موقع سكاي سبورت ويأتي العرض الجديد المقدر بحوالي 35 مليون يورو إضافة إلى المكافآت رغم تأكيد النادي الكتالوني أن فابريغاس ليس للبيع ولن يترك كامب نو هذا الصيف هذا وكانت وسائل الإعلام البريطانية والإسبانية قد ذكرت أن الماني يونايتد تقدم بعرض 30 مليون يورو للبارسا لكي يتخلى عن فابريغاس وذلك بعد أن فشل الشياطين الحمر في الحصول على تياغو الكانتاري المنتقل إلى بارني ميونيخ الألماني وجه تيتو فيلانوفا مدرب فريق برشلونة المستقيل الشكر للنادي الكتالوني ولمشجعيه بعد أن ترك المهمة لاستكمال رحلة العلاج من مرض السرطان تيتو قال لقد وصلت إلى مرحلة تطلب تغييرا في حياتي المهنية إنني في حاجة لاستجماع القوة والطاقة لاستكمال رحلة التعافي من المرض التي بدأت قبل عام ونصف هذا وشدد فيلانوفا على أنه سيبقى قريبا من بارشلونة وسيتولى بعض المهام الرياضية الأخرى كما طلب من وسائل الأعلام احترام الموقف الذي يمر به وتركه ينعم بحياته في هدوء واختتم الرسالة بتمني التوفيق للجميع في الإطار نفسه أبدى بابي جوارديولا المدير الفني لفريق بارني ميونيخ الألماني الحزن الشديد على ترك تيتو فيلانوفا لمنصبه لظروف مرضية جوارديولا قال فيلانوفا صديق مقرب للغاية وأنا أحبه بشدة كما تمنى جوارديولا لتيتو الشفاء وأن يتحلى بالصبر والقوة لمواجهة تلك المحنة الصعبة وأضاف بابي هذا أمر صعب جدا جدا بالنسبة لي يرى السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن بارني ميونيخ بطال ثلاثيات الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا نموذج مثالي لكل أندية العالم وقال بلاتر في مقابلة مع صحيف ألمانيا أنه نادي متكامل بكل معنى الكلمة لديه اقتصاد قوي لاعبون من أعلى فئة وكذلك يمتلك الفريق الناجح عفوا يمتلك الفريق النجاح الدولي أحرز التونسي أسامة الملول لذهبية سباق خمس كيلومتر في بطولة العالم لاستباحة المقامة في مدينة برشلونة الإسبانية ليحقق اللقب العالمي الثاني له بدورها فازت أصينية وو مينشيا مع زميلاتها شي تنداماو على لقب بطولة العالم للغطس بالقفز المتزامن من المنصة المتحركة بارتفاع ثلاثة أمتار للمرة السادسة في إنجاز قياسي غير مسبوق بدورها أحرزت أروسية زفيتلانا روماشينا أول ميدالية لها في منشط الصباح الإقاعية الفردية في بطولة العالم هذا كل شيء في رياضة شكراً للمتابعة وإلى اللقاء ونصل إلى النشرة الشوية طقص مستقر عم بيسيطر حالياً على أغلبية مناطق الحوض الشرق للبحر الأبيض المتوسط لليوم الأحد لفترة بعض الدهور الجو العام باللبنان مكمل صافي لقليل غيوم مع ضباب محل للمرتفعات لفترة بعض الدهور وعنها استقرار بدرجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية نستور طوبة أدنها 55 أقصى 75% اتجاه رياح جنوبية غربية خلال النهار تتحول لجنوبية شرقية بالليل سرعة بين 10 و 35 كم بالساعة حال البحر معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح المي 29 درجة أقصى درجة الحرارة المتوعدة زلاليوم من دعوة رابلس 32 31 بجبيل 31 درجة بصيدة وصور 33 للعاصم بيروت 31 درجة بالكرعون 32 بزحلة 30 لبيت الدين 25 بفقرة 22 درجة أقصى هاللأرس ختام هذا تذكير بالعنوين رئيس الجمهورية يؤكد أن الظرف الراحل لا يسمح بإجراء تعديلات ميثاقية ويقول لا يحق لأي منه تعطيل استحقاق الحكومة الجيش الحر يواصل تقدمه في ريف حلب الغربي وقصف عنيف لكتائب الأسد على ريف الدمشقي تظاهرات للإخوان أمام السفارة الأمريكية في القاهرة واستمرار الهجمات على القوات المسلحة في سيناء ونطلب من الاتحاد أنه يستقيل بدون معدوه وكان في الرياضة المنتخب اللبناني لكرة السلة يصل إلى بيروت ويطالب الاتحاد بالاستقالة نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر